هنا السؤال وانا مش هكلم كتير الحقيقة عن جامعة الدول العربية لانه اعتقد انه قلنا فيها كل الكلام خلص فيها كل الكلام النهاردة اجتمعوا في الجامعة وقالوا كل الدعم للسعودية وانا هنا بسأل الجامعة ايه هو الدعم ماذا تملكينا يا جامعة الدول العربية مع كامل الاحترام للاشخاص نحن هنا نحترم كل الاشخاص واقدرهم فوق رؤوسنا احنا بنتكلم عن كيان في رأيي معتل ومريض اسمه جامعة الدول العربية اما الاشخاص اللي عاملين في الجامعة من اول السيد السفير المحترم احمد ابو الغيت الامين العام وكل العاملين في الجامعة فلهم كل الاحترام ومش غلطتهم هي غلطة السيستم فاكرين اللي بس مش مهم من الوقت الموضوع الفيلم المشكلة مش في الاشخاص مشكلة في السيستم مشكلة في النظام بتاع الجامعة مشكلة في الميثاق بتاع الجامعة الذي يكبل ايدي الجامعة وقايد الأمين العام بشكل خل الجامعة تعجز عن أنها تبقى مؤثرة وفاعلة في أي ملف قلولي كده فنبضو عنيك وحاولوا تفتكروا معايا آخر قضية آخر ملف آخر إنجاز قامت بي جامعة الدول العربية في دعم أي دولة تعرضت لتهديد أي حاجة أي دولة قلولي جامعة الدول العربية عملت إيه لليمن قلولي جامعة الدول العربية عملت إيه الليبيا ودولي جامعة دول العربية عملت إيه للسودان ودولي جامعة دول العربية عملت إيه للسوريا ودولي جامعة دول العربية عملت إيه للعراق ودولي جامعة دول العربية عملت إيه للمصر لما كان فيها ما فيها خمس ست سنين اللي فاتوا ولا حاجة تراقب وتتابع وتندد وتشجب وتستنكر وترفض لو في حد عنده حاجة غير الستة مصطلحاته ليقول لي عليهم تتابع وتراقب وتندد وتستنكر بس هي دي المصطلحات التي يعني عظم البيانات اللي بتطلع من كل جامعة الدول العربية ما فيهاش غير الكلام ده والحقيقة مش بيديهم جامعة الدول العربية تحولت الى مرآة تعكس مرض الدول العربية تعكس التشفتيت والتشقق اللي حاصل فيه الجدار العربي واذا ما توفرت الارادة السياسية لاصلاح الجامعة دي بداية اصلاح المنظومة العربية عندنا في الجامعة العربية اتفاقية الدفاع العربي المشترك قولوا لي امتى تطبقت قولوا لي امتى تنفزت قولوا لي امتى حصل اي حاجة ولا حاجة قولوا لي مش عارف ايه ولا حاجة اه جامعة الدول العربية بتعمل شوى بقى نشاطات ثقافية بتعمل نشاطات تنموية نشاطات اجتماعية نشاطات زي اللي كان في فيلم بتاع امام دلواء نشاط اجتماعي نشاط زراعي نشاط مش عارف كذا اما السياسة اللي هو الاساس فهي تقف في صفوف المشاهدين